هذا موضوع مهم يجب أن نتوقف أمامه وأن نتأمله حتى نتفق على الكيفية التي يلتزم بها المعلم عند تقويم مهارات التعبير الشافعي أولا لا بد أن يقوم المعلم بتحديد جوانب التقويم ما المقصود بجوانب التقويم أي العناصر الأساسية التي سوف يركز عليها عند تقويم الطالب وهو يتحدث أول هذه العناصر عنصر الفكر إذ لا بد عليك كمعلم للغة العربية أن تدرك أن القيمة الأساسية في أي حديث تتمثل في الفكر الذي يحمله هذا الحديث إذن لا بد أن ينصب تركيزك الأساسي في عملية التقويم على مهارات الأفكار التي يطرحها المتحدث بداية هل يطرح أفكارا عميقة؟ هل يتناول موضوعه من زوايا غير مسبوقة؟ هل ينظم أفكاره بطريقة مبتكرة؟ هل يطرح أفكارا واضحة للمستمع؟ هل يرتب أفكاره بطريقة تكذب انتباه السامعين؟ هل يدعم أفكاره بأدلة وبراهين مقبولة عقليا ومؤثرة نفسيا تتناسب مع الموضوع وتراعي أحوال المستمعين؟ هذا هو الجانب الأول الذي ينبغي أن يركز عليه معلم اللغة العربية جانب الفكر بعد هذا الجانب يأتي الجانب أو العنصر الآخر الذي يتعلق باللغة التي يستخدمها المتحدث للتعبير عن أفكاره ما المفردات التي اختارها؟ وهل كانت مناسبة؟ ما الجمل التي استخدمها؟ هل كانت صحيحة في التركيب؟ هل أدت المعنى المراد أداء جيدا؟ هل تنوعت هذه الجمل لتشمل الجمل الإسمية والجمل الفعلية والجمل الخبرية والجمل الإنشائية؟ هل اختلفت هذه الجمل في بنائها لتشمل الجمل القصيرة المباشرة والجمل الطويلة الشارحة والمفسرة؟ لا بد أن يحدد المعلم الجوانب التي تخضع للتقويم في لغة الطالب ثم ينتقل المعلم إلى الجانب الثالث وهو جانب الأداء هذا الجانب الذي يهتم بكيفية التحدث هل استخدم الطالب الطبق الصوتي المناسبة؟ هل نوع الطالب من صوته في مواقف الكلام؟ هل رفع صوته أحيانا وخفض من صوته في أحيان أخرى حسب المعنى وحسب حال المستمعين؟ هل تحدث بسرعة وطلاقة تناسب أحوال السامعين وتتفق مع الموضوع؟ هل استخدم نبرة صوتية تناسب الأفكار التي يطرحها؟ هل عبر بوجهه وحرك جسده ليصدق المستمعون الكلام الذي يطرحه؟ هل لغة الوجه ولغة الجسد التي يستخدمها كمتحدث تتفق مع الأفكار التي يطرحها في حديثه؟ هناك أيضا الجانب الرابع أو العنصر الرابع الذي يركز على المعرفة جانب المعرفة من الجوانب المهمة التي ينبغي الانتباه لها عند تقويم المتحدثين هل قدم الطالب معلومات حديثة؟ هل استخدم معلومات صحيحة؟ هل تأكد من دقة المعلومات التي يزعم أنها صحيحة؟ إلى أي مدى عاد إلى المصادر الأصلية للتأكد من صحة المعارف التي يقدمها؟ وإلى أي مدى هو على وعي بأهمية وخطورة المعارف التي يقدمها؟ وبخاصة إذا كانت هذه المعارف تتصل بأرقام أو بيانات أو أسماء أو أحداث تاريخية؟ لا بد أن يكون المتحدث على ثقة كاملة بصحتها ولا بد أن يكون المقوم قادرا على أن يراجع ويدقق صحة المعارف التي يقولها المتحدث خامساً جانب البلاغة من الجوانب المهمة التي تخضع أيضاً لعملية التقويم عندما يتحدث الطالب في موضوع ما هل استعان بكل الوسائل الفنية أو ببعض الإمكانات البيانية التي توفرها اللغة العربية لتوضيح الأفكار؟ هل وظف التشبيه؟ هل استخدم الاستعارة؟ هل استعان بالكناية؟ هل للمجاز المرسل مكان في حديثه؟ هل للسجع والجناس والطباق أثر في لغته؟ هل يميل إلى استخدام الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأبيات الشعرية والأمثال والحكم والقصص بطريقة تؤثر في القارئ وجدانياً وتقنعه عقلياً بصحة الكلام الذي يقوله؟ هل يستخدم مستوى راق من اللغة في عرض أفكاره؟ هل هذا المستوى قادر على أن يصل إلى قلب السامع وإلى عقله مباشرة؟ إذن الجوانب المختلفة لعملية تقويم المتحدث تشمل تقويم جانب الفكر تقويم جانب اللغة تقويم جانب الأداء تقويم جانب المعرفة تقويم جانب البلاغ على المعلم بعد ذلك أن يحدد وقت عملية التقويم أمام المعلم اختيار أول أن يتم التقويم في أثناء تحدث الطالب في هذه الحالة يكون التقويم متزامناً مع حديث الطالب ويمكن للمعلم أن يقوم بتسجيل حديث الطالب على أن تتم عملية التقويم بشكل مؤجل بعد أن ينتهي الطالب من التحدث وهنا يكون التقويم مؤجلاً أو غير متزامن كذلك على المعلم أن يحدد من الذي يقوم بعملية التقويم هل يقوم المعلم وحده بعملية التقويم؟ هل يشترك معه معلمون آخرون في تقويم الطالب؟ هل يختار المعلم أن يكلف زملاء الطالب بتقويمه؟ وفي هذه الحالة يجب على المعلم أن يوفر لهؤلاء الزملاء الوسيلة أو الأداة أو المعايير التي في ضوئها يقومون بتقويم حديث زميلهم أخيراً فإن على المعلم أن يحدد الأداة المستخدمة في عملية التقويم إذا اختار المعلم أن يعطي الطالب الفرصة لكي يتحدث تعبيراً شفوياً حراً في أي موضوع يختاره فإن على المعلم في هذه الحالة أن يستخدم بطاقة ملاحظة لأن موقف التعبير الشفوي هو موقف تعبير حر يختار الطالب بنفسه الموضوع الذي يرغب في التحدث فيه وهنا تأتي بطاقة الملاحظة أو المتابعة لتشمل الجوانب المختلفة وعناصر كل جانب تلك التي يقوم المعلم بتقييمها أما إذا فرض المعلم على الطلاب مواقف اختبارية شفوية محددة فإنه في هذه الحالة يعطيهم ما يسمى باختبار المواقف الشفوية وهي مواقف مصممة على الطالب أن يملأ الفراغات فيها على الطالب أن يقدم إجابات عن أسئلة على الطالب أن يتحدث عن أوصاف لأشياء شاهدها اختبارات المواقف دائما التحدث فيها يتم لفترة قصيرة وتصحيحها يتم من خلال بناء نماذج للإجابات الصحيحة المقبولة هذه هي بعض الجوانب وبعض النواحي التي يجب أن يركز عليها معلم اللغة العربية عند تقويم مستوى أداء طلابه لمهارات التعبير الشفهي ترجمة نانسي قنقر